وردتني تساؤلات عديدة من قبل الكثير من الآباء والأمهات تستفهم عن حقيقة لماذا أولادهم مصابون بأنيميا الفول أو الجي سكس بيدي بينما هم سليمون ولا يعانون من نفس المرض لا من قريب ولا من بعيد على حد قولهم وهذا اعتمادا على نتائج التحاليل المخبرية التي أخبروهم بها في العيادة فهل هذا ممكن؟ مرض دم وراثي لا ينتقل إلا عن طريق الوراثة فقط ولا يوجد لانتقاله أي وسيلة أخرى غير الوراثة يصل للأبناء وآباؤهم وأمهاتهم سليمون فما هي الإجابة على هذا اللغز؟ هنا يجب علينا أن نعرف بأن هذه المجموعة التي يعتد بها من الناس قد تم تشخيصهم خطأا على أنهم سليمون وهم في واقع الأمر إما حاملون للمرض وبالمناسبة على الهامش وقبل أن أسترسل في كلامي فإن عبارة حامل تستخدم للإناث فقط كما بيّنت في لقاءات سابقة لماذا؟ لأن الجين المعطوب لمرض أنيميا الفول أو الـ G6BD موجود على الكرومزوم الأنثوي وعليه فإن الأنثى تكون إما سليمة أو حاملة أو مصابة بعكس الرجل الذي يكون إما سليم أو مصاب على كل هذا ليس موضوعنا الآن عودا على بد هذه المجموعة قد تم تشخيصهم خطأا على أنهم سليمون وهم واقعا إما حاملون أو مصابون بالمرض وهذا ناتج من طبيعة الفحص المسحي الأولي غير الدقيق والذي يسمى Qualitative المتبع من قبل بعض المصحات الطبية وهو الفحص المختلف عن الفحص العديد الدقيق Quantitative وللإشارة فإن هذا الأمر يحدث بشكل مستمر مع عينات النساء على وجه الخصوص سيم الحاملات منهن لمرض نقص إنزيم الجي سكس بي دي التي يكون نقص هذا الإنزيم عندهن واقعا بين النقص والاكتفاء مما يسبب عشوائية في القراءة عند من ليس لديهم خبرة من المختبرات وهو الأمر الذي ينتج عن استغراب بعض من تم تشخيص أبنائهم بالإصابة أو حمل المرض لماذا أذكر هذه النقطة؟ بسبب الطلاع على نتائج لآباء وأمهات أرسلوا لي تقاريرهم الصحية التي تشير لسلامتهم من المرض ولكن متى أرسلوا هذه النتائج؟ بعد أن لاحظوا أن أبنائهم مصابون بالمرض وعند الإعادة الدقيقة وجدنا بأن كل من الزوجين أو أحدهما كان إما حاملا أو مصابا بالمرض وعليه فإن نصيحتي لمثل هؤلاء هو إعادة التحليل لقطع الشك باليقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر